قام اليوم مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأثر الشريف هارون جنيا أبو تيس قام بذارة تفقدية لمعهد السلامة الأسهرية الكائن بحيث ديكال رياضة حيث كان في استغبالي أعضاء هيئة التدريز وعدد من التلاميذ تغرير علي فاضل قديركي مواصلة لجهوده الخيرية التي يقدمها للشعب الشادي تأتي هذه الزيارة التي يقوم بها مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية الشيخ هارون جنيا أبو تيس لمعهد السلام الأزهري بالعاصمة الجمينة حيث استقبل المندوب استقبالا حارا من قبل مسؤولي وتلاميذ المعهد وفي حفل الاستقبال قدمت العديد من الكلمات أولاها كلمة مدير المدرسة الشيخ صالح يوسف عبد الله والتي شكر في ثناياها المندوب على هذه الزيارة الكريمة كما حمله رسالة شفوية إلى شيخ الأزهري الشريف الدكتور أحمد الطيب تتضمن طلب بناء فصول دراسية للمعهد ومستشفى وكذا فرع لجامعة الأزهري الشريف بداخل مباني معهد السلام بالعاصمة الجمينة أما مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقد وجه رسالة تسجيعية لتلاميذ المعهد ترجمة نانسي قنقر